بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة جريت 5 تعالوا نكمل كلامنا ونفهم أكتر سليشن سور عن كذا فورس كمان أكيد حاسين بالفورس دي لكن ما كناش نعرف اسمه بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا يريد تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعالوا زر الجرس ولايك وشير وكومنت على الفيديو وتنضموا دينا على الفيسبوك الجروب والبير وكمان التليجرام كل اللينكات دي ومعاهم لينك الملزمة لتنشتغل منها حتلاقوها في الديسكريبشن بوكس سندوا الوصف تحت الفي يلا نبدأ سوا لسون فور من كونسبت 1 يونت فور نبدأ بقى سوا في لسون فور ونتكلم في لسون فور عن الأول خالص كده نكمل كلامنا اللي كنا بدأناه عن الجرافيت احنا عرفنا ان الجرافيت دي فورس الابجكت اللي الماس بتاعته أكبر يعملها للابجكت اللي الماس بتاعته أقل انه هو بيعمل لها pull toward themself يعني ايه يعني لو انا عندي اوبجكت كبير وابجكت صغنن الجرافيت معناها الفورس بتاعت الابجكت الكبير ده بنيعمل pull للابجكت الصغير ناحيته يسحبوا عليه كده يجيبوا ناحيته يعملوا attraction طيب الجرافيت دي مهمة اه مهم طب الجرافيت دي احنا بنشوفها لا بس مش معنى ان انت مش بتشوف حاجة انها مش موجودة وانت مش بتشوف الهوى مثلا لكن حاسس بيه وبتتنفسه نفس الفكرة you can't see gravity لكن انت عارف انها موجودة عارفنا ازاي انها موجودة بالفكت بتاعه انا شفت لما رميت الحاجة اللي مضايقة حبيبنا من الفلكونة وقعت اللي تحت ما طلعتش الفوق ده الافكت بتاع الجرافيت اللي انا شايفه اه بش شايفها الجرافيت لكن شايفها الافكت بتاعه طيب تعالوا نشوف حاجات كتيرة افكت للجرافيت دي حوالينا الصن ده اوبجيكت كبير والبلانتس كلها الماس بتاعتها اصغر من الصن طوم الصن عاملة الجرافيت بتاعتها او عاملة بولز للبلانت دي طور ديت طب والبلانتس بتاعتنا تفضل تعمل revolve او rotate around الصن في نفس الوربت علشان برضو فكرة الجرافيت اللي حصلت دي طب لو جينا على الارث بتاعتنا الارث بتاعتنا الجرافيت بتاعتها مش بس افكت علينا احنا ان احنا ما نقعش ولا افكت على البول ولا المنديل ولا الطوبة ولا الكلام ده كله ده افكت كمان على الاتموسفير شوية الار اللي حوالينا اللي ما بيسيبناش ويمشي كلنا كده سواء موجودين على السيرفس بتاع الارث او موجودين في الجزء اللي حوالين الارث بتاعتنا دي يطلع بقى الموجود ده اسمه اتموسفير يطلع اللي موجود ده سكاي درايفرز يطلع اللي موجود ده باراشوت يطلع اللي موجود ده اي حاجة كلنا كده معمول لنا pull toward the center of the earth كلنا اللي بيشدنا السنتر بتاع الارث مش السيرفس نفس وده دليل ايه دليل ان انا لو حفرت في السيرفس ده حفظ المعمول ياتركش لاننا لسه موصلتش للسنتر يبقى on the earth الجرافتي بتعمل pull كل الحاجات دي خليها مسكة في السنتر بتاع الارث حتى السكاي دايفرز الناس اللي بتعمل بتنط كده بالطيارة وهي لبسة باراشوت برضو بيعمل لها pull toward the earth سيرفس هتفضل مسحوبة لغاية ما توصل لغاية الارث سيرفس طب لو قلنا بقى جيفرير الobject like pull drop to the ground after being thrown up يعني انت لو جبت كورة اهو حدفته ليه بعد شوية هترجع تاني للجراون اه علشان الارث جرافتي عملت لها pull downward ووصلت للجراون دي تاني وده اللي كنا اتفقنا عليه المرة اللي فاتت وقلنا ان اي حاجة go up هيجي لها وقت وحتمشي go down وحتمزل down على الارث طيب خلونا نتكلم عن التلاتة forces دول الماجنتزم وحاجة اسمها الفريكشن وحاجة اسمها الاريزيستنس الماجنتزم دي عارفينها دي الفورس اللي بيحصل فيها attract للمتال object اللي معمولة من الايرد او من النيكل او من الكوبلت وبيحصل لها pulling on الماجنت بيعمل لها pull بيسحبها دي الماجنت عندنا يعمل attract للايرد نيني المسك ليه؟ علشان بيعمل لهم pulling force كنا اتكلمنا عن ان الماجنت يقدر يعمل اللي اتنين يقدر يعمل pulling ان هو بيattract الايرد مثلا وكمان بيعمل push او pushing force لو انا حطيت اللي اتنين ماجنت قدام بعض زي ما شفناها في لسن قبل كده تاني force معنا اسمها الفريكشن الفريكشن دي force بتبقى موجودة بشرط التو object اللي بنتكلم عليهم يبقوا touching each other يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا بتكلم عن البايسكل دي والرود اهي دي ما بينهم فريكشن force دي force بتحصل علشان تعمل slow للموفمنت بتاع الاوبجيكت يعني مثلا لو انت حدفت كرة على الارض كده وكرة هتفضل ماشية شوية وبعد شوية هتوقف اللي وقف الكرة هتفضل الفريكشن force الفريكشن force دي force opposite للموشن عكس الموشن طول ما الابجيكت تتش solid او حتى water او حتى liquid او حتى جاز المهم تتش material تانية تطلع لي الفريكشن فورس دي علشان تعمل لي slow down للموفمنت زي البايسكل قلنا لما تقعد تلعب بيها شوية او تبدل بيها شوية وبعدين تسيبها مش عرضة المشية شوية وحتوقف او لو انت عايز توقفها بتقوم دايس على البريك البريك دي بتخلي البيسكل التاير التاير بتاعك ده يزود ما بينه وما بين الجراوند دي الفريكشن فيخلي الكار تقف او البايسكل بتاعتك دي تقف اسره طيب لو انا بتكلم مثلا عن بيرد بقى عصفورة طايرة في الير ولا لمس جراوند ولا حاجة او هي نفس الفكرة الير ريزيستانس هي هي الفريكشن فورس بس الفكرة ان دي موجودة السورفس بتاعنا ما هواش صلد ده اير يبقى دي الفورس اللي اوبسس برضو الموفمينت ده نفس الديفينيشن او بس هنا الابجيكت بتاعنا ماشي ثرو اير يبقى هنا الصولد اوبجيكت ماشي في الجاز او في الليكود او حتى تاتش الصولد زي ما شفناها هنا ماشي في الير علشان كده سميناها اير ريزيستانس وقلنا ان الير ريزيستانس دي طيب من الفريكشن فورس يعني اقدر اقول ان الير ريزيستانس دي اجزامبل للفريكشن فورس اللي بنتكلم عنها الير ريزيستانس دي نشوفها في اي حاجة بتعمل موفمينت في الير زي البرد مثلا العسفورة او زي الطيارة مثلا كلهم بيحصل لهم بس تعالوا نتكلم عن اجزامبل تاني وهو اللي هو بيرمي نفسه كده من البراشوت ويبدأ يفتح البراشوت بتاعه علشان يعمل سلو داون لنفسه فينزل بالراح اللي حصل ايه اللي حصل ان الراجل كان نازل كده الاول وبعدين اول ما نط من الطيارة دي فقام فتح البراشوت بتاعه وبص الفرق كان كده بقى كده وهو بالضبط هو لما عمل open للبراشوت ده البراشوت ده بقى عمال الير يخبط فيه الير اللي موجود ده يخبط فيه فبقى filled with air نتيجة الupward flow point وعملت الير resistance دي نتيجة الحاجة الكبيرة اللي وقفة دي يقوم الير resistance دي تعمل pull لل sky diver backward هتقلل الموفمينت بتاعه يعني الجرافتي تشد الراجل ده لتحت وال air resistance تعمله كأنها بتشده لفوق طبعا الجرافتي اقوى فالراجل حينزل لتحت لكن حينزل بالراحة حينزل على مهله هتعمله slow down للdrop بتاعه الوقت عبتعته ومش هتبقى قوية اوز تاني الراجل اللي بيعمل sky divers open parachute يقوم الparachute filled with air يعمل ايه بقى الair يعمل upward movement ويدين الير resistance اللي بنحكي عليه اللي هي عايزة تعمل pull للسكاي دايفر ده backward علشان تقلل السبيد بتاعته وهو بيفول على ground هنعمل activity تحكي لنا effect بتاعت gravity والكلمة اللي خدناها المرة اللي فاتت وهي air resistance على object اللي حوالينا ففي activity دي مثلا هنجيب شوية حاجات هنجيب اتنين pull ليهم نفس size الكرتين كده شكلهم قد بعض بس واحدة معمولة من metal فطبعا دي heavy والتانية معمولة من plastic فطبعا دي mass بتاعتها قليلة خالص بنقول عليها light mass light مش light اللي هو نور light اللي هي opposite heavy وعط لاخبط ومعنا كمان واحد من paper clip وfeeder ريشة من اي بقى bird مش هنختلف طيب اول step هنعملها هنقف على chair كده هنقف على كورسي كده ونعمل drop لل two pole في same time يعني الولد هو يقف على ومن نفس المكان بالزبط ونفس time هي سيب ال two pole دي حيلاقي ايه حيلاقي ان في pole وصلت للground قبل التان يا خبر ابيض مين اللي هتوصل الاول طبعا الميتال pole هي اللي وصلت الاول احنا حكينا حدوتة شبه دي كده قبل كده واحد من حبيبنا على ولي ميس طب لو الطوبة وقعت على دماغ حد وقلنا ان شاء الله مش هتوقع هي نفس الفكرة بتاعة الطوبة والمنديل او الورقة اللي وقفنا في البلكونة ورمناهم كلكم والتوري طبعا الطوبة هتنزل الاول علشان الماس بتاعتها اكبر هي دي نفس الفكرة طب نجرب ونشوف اللي اتنين التانين يعني حقف نفس الوقفة على الاتشير وامسك في الـ هاند حاكتين هاند هامسك فيها paper clip والتانية feeder وهعمل لهم drop اللي اتنين في same time ومن same height حلاقي ايه حلاقي اللي الماس بتاعتها اكبر اللي هي الـ paper clip وصلت للأول طيب ما دي اكد لنفس الفكرة اللي هي ايه ان البلاستيك بول اخذ الطعيم اكتر علشان توصل للجراوند علشان هي مشية slower مشية slower ليه علشان الـ upward flowing air more than الميتاليك بول طبيعي جدا احنا اتفقنا ان البول اللي حتوق دي الجرافتي بتمشيها downward وفي حاجة اسمها air resistance تمشيها upward في حالة البلاستيك بول اللي هي خدت long time يبقى يعيني تعملها slow down اكتر بال upward flowing air بال irresistence يعني اكتر من مين اكتر من الميتال بول نفس الحدوتة في الفيدر الريشة اللي كانت عندنا خاد time اكبر ليه بقى مهل اتنين size بتاعهم صغن علشان shape بتاعها shape بتاعة الفيدر affected اكتر بالair resistance من paper clip الحاجة كل ما هي تبقى مفروضة كده air resistance تزيد عليها علشان كده الparashot قلنا بيبقى حاجة مفروضة كده كبير علشان يعملي نفس الحركة تخيل انت كده وانت راكب في العربية مع بابا وبابا سيء بسرعة وطلعت ايدك من الشبك لو ايدك محدوطة كده في وش الهواء لو ايدك محدوطة كده في الهواء هتلاقي الهواء بيزق ايدك جامد او الوار اما لو حطيت ايدك كده يعني موقف ايدك كده في وش الهواء يعني ايدك مش مفروضة كده في وش الهواء لا ده كأنها حتقطع الهواء هتلاقي ان الهواء بيزق او لكن ايدك ما بترجعش الوار هي دي نفس الفكرة اللي بنتكلم علي يبقى اوصلنا من هنا ان اليرزيستنس دي الفكتور اللي بتقدر تعمل سلو داون للأوبجيكت اللي بتعمل فول على الجرعون وبتتأثر بحاجات كتيرة فهمنا دلوقتي منها الشيب بتاع الحاج طيب ايه بقى اللو اوف موشن اللي الميس قالت ان هي حتتكلم فيه وانه كلمة جديدة ولازم نفهمها اي لو في الدنيا اي قانون حطه الساينتست بيبقى لازم نفهمه كويس جد اللو دا بيقول لي ايه ان الفورس اوف جرافتي دي كونستانت ايه ميس اللخبطة دي كونستانت ازاي ازا كان البلاستيك بول اخذ الطايم اكتر من الميتاليك يبقى اكيد الجرافتي بتاعة اليرث اللي شدت بيها البول الميتال اكبر ازاي بقى بتقريني ان الجرافتي دي كونستانت لأ دا بص كمان اللخبطة وقاكت على كل الابجيك بالسيم وي لا لا انا كده مقامش فيه يا حبيبي اي حاجة هطقع كده هتنزل تحت الجراوند بتاعتنا او اليرث بتاعتنا بتشدها بنفس الجرافتي ومال اللي بيتغير ايه الير اما لو اللي عكسها دي كبيرة فالجرافتي تبين كأنها قليلة هي دي نفس الفكرة اللي بنتكلم فيه لكن على فكرة الجرافتي ما تغيرتش كل اللي حصل ان اللي قصدها تغير عارف انت مثلا اللي بقى معاك 100 جنيه وانت معاك بقى فلوس كتير معاك 100 جنيه تروح تشوف الحاجة اللي انت عايز تشتريها الراجل يقولك ده بـ 200 جنيه تطلع الميت جنيه دي قليلة معاك انها 100 جنيه وانت كنت مبسوط بيها طيب لكن لو الراجل قال لك الحاجة اللي انت عايز ها ب 10 جنيه انت مبسوط قوي الميت جنيه بتاعتك كبيرة وجابت اللي انت عايز وكله انها نفس الميت جنيه هي نفس الفك اللي بيتغير هي طيب تخيل كده الراجل بيقولك لو عملنا drop لهمر و paper يا خبرة بيض جبنا شاكوش كده وجبنا ورقة انا كنا جبنا طوبة مرة بس معلين نغير علشان ونجيب شاكوش وانا مينيهم في نفس الطايم في نفس الهيط بس انا بقولك بقى ان مفيش irresistence كده بقى رجعنا لأصل اللو ان gravity constant gravity هنا زي gravity هنا الفكرة هنا كانت في irresistence طب لو مفيش irresistence اللي اتنين حيوصلوا للground في نفس المومن ليه علشان اللو اللي احنا لسه قيلين علشان الجرافتي اكت على كل الابجيكت بالسيم وي اللي غيرلي الطايم بتاع البول البلاستيك عن الميتل او اللي غيرلي الطايم بتاع الفيدر عن البيبر كليب مش الجرافتي دي irresistence مهما كانت الماس او مهما كان الشيب بتاع الابجيكت الجرافتي ملهاش دعو اللي تغير فغير الجرافتي هي irresistence يبقى الجرافتي اكت على كل الابجيكت بالسيم وي حتى لو الماس بتاعهم او الشيب بتاعهم بتغير الجرافتي ملهاش دعو مريش دعو انا الجرافتي ده constant number لكل حاج اللي بيتغير قصدها irresistence هي اللي تغير لك الفاليو الاخرانية او الايمة الاخرانية او الشكل اللي انت شايفه لحاجات بتنزل اسرع من حاجات او حاجات بتاخد time اقل من حاجات علشان توصل للجراوند بكده حبيبي يكون خلص lesson 4 اتمنى يكون بقى اسهل وابسط ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق اشتركوا في القناة